السلام عليكم لبنات مرحبا بكم اليوم في المطبخ والبيت مع سوما راح نحضر مع بعضنا تحليات الكرامل والشوكولا اللي راح يدارت حالة في مواقع التواصل الاجتماعي حبيت نقدم لكم طريقة تاع الصنع تاحا اليوم انا راح نخدم لكن بكمية صغيرة هناك ما راح نشوفو عندي كاس حليب يعني 250 ملي يعني ربع لتر من الحليب نخدم كمية صغيرة لبنات نضيف لها مغرف كبيرة وشوية تعنشة في الطريقة نحرك مليح نحاول ندوب هدي كنشة مع الحليب من بعد نجيب كاس رول ونحط فيها السكر هنا عندي 50 جرام ولا 4 كاس من السكر نديه فوق النار لبنات ما راح كم تشوفو ونخليه حتى يدوب السكر تاعي تماما هنا او بدا يدوب لما لبنات داب لي السكر بقى كمية قليلة نعاونو بالمغرف باش يدوب لي كامل الحبيبات لازم يدوبوا ويتغير اللون تاعو الى لون الكرامل نتخلي وهي شي تحرق لبنات اذا شفتي واللون تاعو غماق بزيف نحيوه من فوق النار هذا الشكل من بعد راح نضيف له مغرف صغيرة تاع زبدة ونحاول ندوبها مع الكرامل هي تحلية سهلة وبنينا في نفس الوقت من بعد راح نضيف عليها الحليب نحاول ندوب نشاهدك نتأكد بلي هي دابت من بعد راح نضيفها على الكرامل تاعي هنا في الاول راح نتلاحظوا انه الكرامل هي بس لكن مباشرة يسخل الحليب راح ندوب ونخليه حتى يبدأ يتقال الخاليط تاعنا على هذا الشكل هنا مباشرة اللبنات يدين لي فقاعات ويغلى راح نحيه من فوق النار وراح نجيب الكؤوس تاعي تحلية اللي راح نحط فيها تحلية تاعي ونبدأ نحط خالية الكرامل تاعي هنا اللبنات انا قد كم درت كمية قليلة فقط جات لي قيس تلت كؤوس هادو تاع الشاي وانتو ما ايدا العيلة تاعكم كبيرة ضعفوا الكمية ديروا بنصف لتر من الحليب ولا لتر وهنا نمرو للطبقة التانية عندي نصف كاس من الحليب نحطو في الكاسرول هنا راح نحط كل شي بارد في بارد قبل ما ندهه للنار عندي مغرف كبيرة تاع السكر لانه من بعد راح نضيف له الشوكولة عندي مغرف ما معمراش بزي فتع كاكاو هنا من الاحسن يكون كاكاو بني لكن انا متوفرش عندي حطيت الكاكاو الاسود يكون كاكاو بني لكن مرة وهنا يا عندي مغرف ما معمراش بزي فتع انشا نخلطها ممليح حتى ندوب انشا تاعي والكاكاو مع الحليب نديهم فوق النار ونخليهم حتى يتقال الخالي تاعي نزيد له نصف مغرف تاع زبدة صغيرة نصف مغرف زبدة صغيرة نخلط من بعد مدوب لي الزبدة تاعي نضيف لها اربع قطع من الشوكولة هنا عندي شوكولات شوكولات الحليب ولي يحب شوكولات السوداء يحط شوكولات السوداء نضيف الطبقة تعنيها تاع الشوكولات عي فوق طبقة الكراميل كما راكم تشوفوا كما قلت كمية صغيرة هنا ونخليها تبرد في درجة حرارة المطبخ من بعد نحطها في التلاجة ونرجعو ان شاء الله بالنسبة للتزيين هنا اختياري كما تحبو تحبو تزينوها بالشوكولات مبشورة بيضاء ولا بنية كما تقدرو تزينوها بالنواد كوكو اللي تحبو انا زينتها بحلوة ترك هنا راح نوريركم القاوة متاعو كيفا هيكون من دخل يجي كريمي رائع نتمنى ان شاء الله الوصفة تعليمتنا لإعجابكم واذا اعجبكم الفيديو ما تنسهوش تديرو اعجاب وتعليق واللي اول مرة يشوف قناتي ندعوه يشترك فيها ويفعل الجرس ليصي له جديد وصفتي ان شاء الله والسلام عليكم